السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهدي من قناة مصر الرقصة الأخيرة للغربان السوداء في قلب الدولة التونسية الرقصة الأخيرة لشرازم الخوانة الرقصة الأخيرة لشرازم العملاء لازم يعني إيه الانتخابات أساسا البرلمانية هتكون خلال عدة أيام ودي تعتبر بمثابة الاستحقاق الأخير اللي كان أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد في أعقاب نشره وإعلانه لخريطة طريق في أعقاب صورة 25 يوليو 2021 اللي قطح فيها الشعب التونسي بحكم جماعة الإخوان يعني إيه؟ يعني المسائل تمر بهدوء كده؟ لا فعش لازم العالم الخارجي يعرف أن الشعب التونسي عن بكرة أبيه رافض لقيس سعيد المظاهرات طلقت بالزعم أن هم حرصين كل الحرص على المواطن البسيط الغلبين اللي بيتدور جوعا اللي بيعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار المتسبب فيها الرئيس قيس سعيد وبسبب ارتفاع معدلات التدخم لا يمكن أن نحن نلتزم الصم خرجوا في مظاهرات زعموا أن هم بيدفع عن المواطن البسيط خرجوا في مظاهرات وخلال المظاهرات دي ما عرفوش يرتبوا أوراقهم المفترض جدا أن المظاهرات دي خرجت احتجاجا على سياسات قيس سعيد لأنه هو رجل بشع هو تسبب في انهيار الاقتصاد التونسي هو تسبب في ارتفاع معدلات التدخم هو تسبب أساسا في ارتفاع نسبة البطالة ارتفاع التدخم ده مش نظام علامي لا 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 ده بتاع قيس سعيد ارتفاع معدلات البطالة والانهيار الاقتصادي ده مش بتاع جماعة الإخوان وحركة النهضة اللي ظلت تحكم الدولة التونسية لعشر سنوات متواصلة أطلق عليها الشعب التونسي العشرية السوداء وأنه هم تسببوا في كل هذا الخراب لا 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 قيس سعيد قيس سعيد اللي استلم الدولة التونسية الخراب ودمار وفوضى وحرايق وانهيار وعمليات إرهابية ونهب منظم وغير منظم وبرلمان كان بيدافع عن الأعضاء بتوحه وبيعمل بيزنس قذر لصالح حركة النهضة لا لا قيس سعيد مستلم تونس على أفضل ما يكون وإن اقتصادها كان اقتصاد عالمي وإن الوضع كان متفل وعشرة وإن حركة النهضة مش مسؤولة عن كل ذلك لا 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 قيس سعيد اللي استلم الدولة التونسية منذ عام واحد فقط لا غير وبيستلمها خراب وجايين بني حسبوت الوقتي المفترض جداً إن المظاهرات اللي طلعت بالأمس كانت طلعة دفاعاً عن المواطن البسيط في مواجهة اللي بيحصل النتيجة نسيوا نفسيهم في قلب هذه المظاهرات وطلبوا بالمطالب بتاعة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان مش حاجة اسمها برلمان مش حاجة اسمها انتخابات شعب التونسي قطع الانتخابات مش عاوزين الاستحقاق الأخير يتم لإن لو الانتخابات البرلمانية القادمة تمت بعد أسبوع كده خرجوا من التاريخ وهم مش عاوزين يخرجوا من التاريخ فبيحاولوا يعطلوا خارطة الطريق شوفوا حضراتكم اللي حصل المظاهرات بقى مين اللي شارك فيها جبهة الخلاص الوطني التابعة لراشد الغنوشي الإخواني اللي بيقودها أحمد نجيب الشبي القيادة الإخواني الموالي لجماعة الإخوان والموالي لرجب طيب أردوغان رئيس تركيا من تاني مبادرة مواطنون ضد الانقلاب التابعة لحركة النهضة الإخوانية التابعة لراشد الغنوشي ومن ثالث وعدد من الأحزاب من بينها حركة النهضة التابعة لراشد الغنوشي التابع للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان فما هي إلا أسماء سميتموها هما بيعملوا 20-30 كيان متعددين على أساس أن هما يوهموا العالم الخارجي ويوهموا الشعوب أن هناك عشرات الجبهات وعشرات الأحزاب اتبع عليهم كان أيمن نور عملها قبل كده في تركيا لما بدأت الأضواء تنحسر عنه وكان عاوز يجيب المزيد من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان يعمل إيه حضراتكم؟ أم مشكلين مجموعة من الجبهات والإئتلافات الجبهة السورية البازنجانية ائتلاف دعم مش عارف دولة إيه ومش عارف جبهة مين في إيه وكلهم عبارة عن مجموعة من الإخوان كانوا عبارة عن ستة أو سبع قيادات تبع الجماعة الإخوان شكلوا الأسماء دي ثم يعقدوا المؤتمر الصحفي من دولي ضد الدولة المصرية وضد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهو قوى المعارضة في الخارج تصطف صفا واحدا في مواجهة انقلاب عبد الفتاح السيسي يا راجل ما هو كان صفوة حجازي؟ أمين؟ أو رئيس مجلس أمناء الصورة المصرية ومش عارف مين اللي تابع إيه؟ تابع مجموعة حازمون ائتلاف مين البازنجاني المهلبتية كلهم كلهم كتلة واحدة فدلوقتي حضرتكم وسائل الإعلام الدولية رح لها خبر بيقول إيه؟ المظاهرات ديّة بيشارك فيها جبهة الخلاص اللي تحت قيادتها أو منضوي تحت لواءها عشرات الأحزاب ومبادرة مواطنون ضد الإنقلاب اللي جواها عشرمية ألف حزب وعدد من الأحزاب اللي من بينها حركة النهضة كلهم على بعضيهم عبارة عن حركة النهضة ساعدتك كلهم على بعضيهم عبارة عن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ساعدتك بس تنظيم الإخوان ومفرخ مجموعة من الغربان السوداء اللي بتتحدث بأسماء نسموها فقط يعني المظاهرة دي مظاهرة إخوانية وصلوا للرأي العام الدولي أن هناك عشرات الأحزاب والمبادرات والاقتلافات والجبهات المشاركة في المظاهرة طبعا أصبحت حركات مهروشة حركات مفقوسة حركات معروفة يعني أنت ما بتستفدش من التاريخ أنت مجموعة من المتخلفين والذين خرجوا من التاريخ أنت خلاص تم الإطاحة بيك وخرجت من التاريخ عاوز تنجع نفسك مرة تانية بنفس السيناريو وبنفس الطريقة وبنفس الأحداث وبنفس الشكل طب يا راجل استفيد من التجارب الفاشلة بتاعتك عملوها في مصر وعملوها في ليبيا وعملوها في تركيا جاي تكرر نفس السيناريو في قلب الدولة التونسية طبعا شغل تاريخ وشغل غباء سياسي طلبوا بإيه حضراتكم طبعا أنا عاوز أقول لكم إن الشعرات اللي كانوا رفعوها من ضمن الشعرات ده وهتشوفوا حضراتكم جزء من الصور علو شاهق فيه نسبة التضخم تسعة وتمانية من عشرة في المية إزاي إزاي التضخم ده يرتفع حبيبي إزا كان أمريكا نفسها التضخم ارتفع فيها بأكتر من عشرة أو وحداشر في المية يا حيلتها إزا كان في أوروبا التضخم ارتفع أكتر من عشرة في المية يعني كون إن التضخم يوصل عندك تسعة وتمانية من عشرة في المية فده بفضل ربنا ثم بفضل تحركات الرئيس التونسي قيس سعيد اللي راح ويلف على الكل في سبيل إنه هو يجيب قروض من هنا ويدعم هنا ويجيب شركات تستثمر هنا عشان يوقف نسبة التضخم يعني النسبة دي على الرغم من إن الرئيس قيس سعيد استلم الدولة التونسية خراب يا دنيا خراب ورغم ذلك التضخم لم يرتفع أبطر من تسعة وتمانية من عشرة في المية وديت نسبة عالمية أنت جيت حاسب الرئيس قيس سعيد على كارثة عالمية بيمر بيها كل دول العالم وجيت حاسب ويحالتها أنت وهو طبعا حق يرد به باطل بيحاول أنه هما يدخلوا من أي مدخل بطريقة كاذبة سمجة مدموعة من الخوانة والعملاء تقول فيهم إيه ثم من ضمن اللافتات اللي رفعوها علو شاهق في نسبة البطالة دعا الاعتبار أن حركة النهضة ما حكمتش عشر سنوات متواصلة خربت فيها وجرفت فيها الدولة التونسية ووصلتها للطريق ده ثم من ضمن الشعارات ارحل من ضمن الشعارات زاد الفقر يا مواطن هما المسؤولين عن الفقر هما المسؤولين عن الفوضى هما المسؤولين عن السرقة والنهب والتدمير والخرام وجين يحاسب الرئيس قيس سعيد في النهاية مفترض جدا لأنه هما خارجين عشان خطر المواطن شوفوا بقى حضراتكم المطالب اللي رفعوها قالوا فيها ايه من ضمن المطالب بتاعتهم رحل قيس سعيد هو ده الأساس بقى قيس سعيد تصدى ليهم جمد البرلمان بتاعهم جمد القيادات بتاعتهم فالطبع أنه هو لازم يرخل دي طبعا المطالب بتاعتهم وإسقاط الانقلاب طيب ملايين من الشعب التونسي هم الذين شارعوا في هذه الصورة لا 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 انقلاب زي ما قالوا على صورة 30 يونيو في الدولة المصرية يا حالتها انتو هو ده اللي شارك في صورة 30 يونيو لعدة أيام متواصلة كل جميع وطواقف الشعب المصري شارك مرة واثنين وثلاثة إلى درجة أن رئيس عبد الفتاح السيسي قال أنا بطلب منكم تفوضوني تفوضوني ضد الإرهاب شعب المصري لحظتها قال لا وإحنا مش نزلنا في صورة 30 يونيو يا رئيس لازم تمشورنا كده كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عايز يوصل رسالة للعالم الخارجي أن دي صورة الشعب المصري واهو الشعب المصري خرج عن بكرة قبيل المرة الثانية لتفوض هذا الرجل لمواجهة قوى الإرهاب في قلب الدولة المصرية خرج الشعب المصري بالملايين أيام متواصلة ورغم ذلك الخونة والعملاء والقوى الغربية يقول لك لا 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 انقلاب لما تكون صورة 30 يونيو انقلاب مال فين الصورة الشعبية يا حلتها انت وهو نفس المسألة دي يقول لك اسقاط الانقلاب برضو بيكرروا السيناريو القذر بتاع الدولة المصرية بيكرروا في قلب الدولة التونسية ثم مقطعة الانتخابات البرلمانية ليس يدتك يا قطعوها ما هم مش عاوزين برلمان بديل لاني لو الشعب التونسي اختار البرلمان الجديد بتاعه خلاص انتهى البرلمان الإخواني وهو ده اللي حطينه في المواجهة طولة ما فيه طولة ما فيش انتخابات برلمانية وما فيش برلمان جديد يظل البرلمان الإخواني قائما من وجهة نظرهم ليه يظل الراشد الغنوشي هو حاكم البلاد ولذلك هم بيسعوا بطريقة غير عادية في سبيل افشال الانتخابات البرلمانية القادمة عرفتم حضراتكم ايه الهدف من التظاهرات دي وكمان شوفوا حضراتكم تصريحات احمد نجيب الشاب رئيس جبهة الخلاص الإخوانية الراجل ده قال ايه؟ ايه انتخابات هذه بعد تزوير الاستفتاء على الدستور؟ جماعة مش معترفة بالدستور جماعة مش معترفة بالقوانين طيب قانونياً في كل دول العالم الديموقراطي لو انت معترفتش بالدستور بتاع الدولة يحق للدولة دية ان هي تسجنك وما تخرجكش من السجم اذا كنت انت اساساً ما انتش معترف بدستور الدولة يعني معنى ذلك انت دولة فوق الدولة يعني معنى ذلك انت متمرد على كل قوانين ودستور الدولة يبقى يا حق لهذه الدولة ان هي تحسبك فيش حاجة اسمها انك انت متعترفش بالدستور بعد ما تم اقرار الدستور عبر استفتاء شارك فيه الكثير من الجهات المراقبة والدول ايضاً للمراقبة على الاستفتاء مش عاجبك اخبط دماغك في اقرب حيطة احمد نجيب الشاب بيقول ازاي؟ ده الاستفتاء اساساً بتاع الدستور ده مزور واي مجلس برلمان بلا صلاحيات انه برلمان مسخ في اطار دستور مسخ طبيعي طبيعي ان بالنسبة لهم اي برلمان قادم غير برلمان الاخوان هيكون بمثابة برلمان مسخ وان هو ملوش قيمة هم كانوا عاوزين يفضلهم سيطرين على البرلمان زي ما سيطروا عليه في سنوات سابقة الى ان يغضي الله امراً كان مفعول لحد ما يفككوا الدولة التونسية ثم تعالوا بقى وذلك هو بيت القصيد هو ده الهدف من هذه المظاهرات تنشد الجبهة كل التونسيين ان لا يذهبوا للاقتراع وان يقاطعوا هذا الاقتراع بالكامل وسقتنا كبيرة في ان المواطنين لن يذهبوا للانتخابات هو ده الهدف حضراتكم من المظاهرات ما تقول ليش بقى زادت الاسعار يا مواطن وزاد الفقر يا مواطن وارتفعت نسبة التضخم يا مواطن كل الكلام ده شغل تهريج وطبعاً بمثابة ادوات بيستغلوها لصلاحهم مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل الرئيس قيس سعيد جبهة الخلاص الوطني تدعو التونسيين الى مقطعة الانتخابات البرلمانية طبعاً هم بيزوموا على الصور بتاعتهم بحيث يظهروا للعالم ان هم معاهم مليار مواطن متضمنين معاهم آه مليار هم استلفوا من دولة الصين كم مليار وحطوهم في تونس فاصبح كل شعب تونس بيقيدهم ويدعمهم زي ما هم بيقولوا وبيحاولوا يوصلوا الصورة دية للرأي العام الدولي شعب تونس العزيز الانتخابات البرلمانية اذا ما حصلتش سوف يظل برلمان الاخوان قائماً وبيرهنوا عليه من اجل عودته مرة اخرى الاستحقاق الاخير لخارطة الطريق يجب ان تتم مفروض ان الانتخابات البرلمانية تشهد اقبال غير عادي هو درهن على شعب تونس لان طول مفيش برلمان جديد يطيح ببرلمان الاخوان سيظل برلمان الاخوان من وجهة نظرهم قائماً احترسوا يا سادة ودفعوا عن وطنكم اراكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة